نعني ايه احلى من اغاني الزمن الجميل وفن الزمن الجميل زملتنا فاطيمة خليل دلوقتي موجودة في الحفل اللي بيحتفل بطبعا الموسيقار بليخ حمدي فاطيمة احكي لنا كده الاجواء عندك عاملة ايه مساء الخير يا بسانتو مساء الخير على كل سادة المشاهدين وزي ما انتوا شايفين انا دلوقتي داخل المسرح الروماني وعايز اقولك الاجواء هنا مبهجة وخطيرة وفعلا هيلة وفيها حضور كبير جدا من العائلات والاسر والاعمار هنا كمان مختلفة فيها شباب ورجال ولساء واطفال وبيبيهات كمان فهنا حتى التفاعل يعني كبير جدا من الجمهور وفيه طبعا اغاني حلوة جدا للموسيقار العظيم بليخ حمدي وغنوا حاجات كتير جدا للموسيقار بليخ حمدي منها التوبة وجان الهوى جانا ومالي ونمالي وفعلا وتحية مصر كمان وأغاني وطنية وماليشة دا كمان للعظيمة صبوحة فعايز اقولك الاجواء هنا حلوة قوي وزي ما انتوا شايفين بقيادة المايسترو الدكتور مازندراز وحفلة غنائية وطرابية عظيمة بجد أنا مستمتعة مع كل السادة الجمهور اللي حاضرين هنا داخل المسرح الروماني علشان يحضروا أحلى حفلة طرابية لإمين الزمن الجميل وطبعا ألحان كلها من الموسيقار العظيم بليخ حمدي فعلا كان أسبوع مليان بالأحداث يا بسانت وبدأ من أحداث طبعا مصابقات الهجن يوم الأحد الماضي بمشاركة أكتر من 1500 جمل وأكتر من 1500 متصابق كمان وكمان بداية برنامج حد النجوم مع زميلة جميلة سالي عبد السلام وضفها عمر كمال وكانت أجواء جميلة جدا في الحلقة وحلقة كانت من القلب فعلا كل يوم فعالية جديدة داخل مهرجان العالمين وكلها فعليات مبهجة وكلها فعليات مليئة بالجمهور وجمهور سعيد وفرحار بتفاعل مع كل الفعاليات الموجودة داخل المهرجان وأنا دايما ببقى معاكم مبسوطة كمان مع الجمهور اللي بيشارك بكل الفعاليات المبهجة والسعيدة سواء فعاليات رياضية ولا فنية ولا غنائية وكمان فيه مسارح كتير جاية وفيه حفلات كتير جاية إحنا كأيام قليلة بتفصلنا على الويكند اللي جاي وفيه حفلين مميزين وهي حفلة كاسة التسعينات ولا تكون فيها نجوم أمتعونا بالغناء وأمتعونا بالأغاني الجميلة اللي إحنا كلنا عشنا معها زكريات حلوة كتير يا بسان منا طبعا خلد عجاج محمد فؤاد هشام عباس هشام عباس هشام عباس وفيه أغانية تبقى حلوة جدا هشام عباس بالتأكيد يا بسان فهتكون حفلة غنائية مميزة جدا أما بقى طبعا الحفلات الغنائية الخليجية مش هنقدر ننساها وليها موعد معانا كمان في الويكند اللي جاي وهتكون حفلين مميزتين فعلا في الويكند اللي جاي وأنا معاكم لحظة بلحظة علشان أتابع معكم كتير أحكي لنا أنه إحنا في نص الأسبوع لكن الإقبال كبير يعني حكي لنا أكتر عن الموضوع ده عايزة أقول لك الإقبال من كل الأعمار يا بسانت وإقبال وتفاعل مش بس إقبال فيه شباب هنا يعني أنا كمان اتفاجأت بوجود الشباب سواء من البنات أو الشباب يعني الولاد وكلهم متفاعلين مع الأغاني الأديمة معناها من الزمن الكميل زي ما إحنا بنقول لكن فيه تفاعل من الشباب والبنات والصغار والكبار والنساء ورجال ففعلا يعني ليلة طرابية من الطراز الأول وكلنا مبسوطين وكلنا في حالة بهجة وسرور بالأغاني كميلا تعزفها طبعا الفرقة المصرية لموسيقى والغناء بقيادة الماسترو دوكتور مازندراز حقيقة فاتيما يعني إحنا مبسوطين أن ننسي مبسوطة وأكيدا نرجع لك تاني كمان شوية عشان تنقللنا باقي الفعليات اللي بتحصل فيه مهرجان العالمين الجديدة